بلغ التضخم البريطاني أعلى مستوياته منذ 40 عاما في يوليو الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا وهو ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما تواجه البلاد احتمال حدوث ركود صحيح محمد وكان بنك إنجلترا حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13% هذا العام وهو أعلى مستوى له منذ عام ثمانين بنك إنجلترا توقع أن تدخل بريطانيا في ركود يستمر حتى أواخر العام المقبل وبين أن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الحرب في أوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل وإن كان هامشيا نعم وإن كان هامشيا في هذا العام وردا على هذه البيانات قال وزير المالية البريطاني نظم الزهاوي أن الإجراءات ستتخذ من خلال انتهاج سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات انفاق والقيام أيضا بإصلاحات لتعزيز الانتاج والنمو وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنصف النقطة المئوية ليبلغ واحدا فاصل خمسة وسبعين في المئة وهي أكبر زيادة منذ سبعين أو سبعة وعشرين عاما خطوة بنك إنجلترا تعكس سياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي فيما يسرع العالم إلى تهديئة تضخم الحاد الذي تغثيه الحرب المستمرة في أوكرانيا حول الموضوع ينضم إلينا عبر الاتصال المرئي من العاصمة البريطانية لندن الكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور حميد الكفائي أهلا وسهلا بك أهلا ومرحبا أولا لنتعمق في الأسباب الرئيسية لهذا التضخم الغير مسبوك هل يمكن أن يكون انعكاسا أيضا للحرب الأوكرانية فقط؟ لا أبدا ابتداء تحية لك وللمشاهدين أسباب التضخم مركبة هي ابتداء بسبب كوفيد بسبب جائحة كورونا التي قلصت من الإنتاج عامي 2020 و2021 قلصت من النشاطات الاقتصادية ثم تابع هذه الجائحة الحرب الأوكرانية التي رفعتها سعار الطاقة فعندما ينخفض الانتاج تحتاج إلى أن تزيد الانتاج الآن تكلف كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود لذلك فإن الأزمة مركبة من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الأوكرانية ومن جائحة كورونا التي قلصت الانتاج والتي أفقدت الكثير من المخازن ما تملكه من رصيد من السلع والبضائع إذن هذه هي المشكلة مشكلة مركبة تحتاج إلى حلول استثنائية الكثير من الحكومات خصوصا الحكومة البريطانية البريطانية لجأت إلى رفع أسعار الفائدة ولكن المشكلة في رفع أسعار الفائدة هي أنها تجعل من الصعب على الشركات ورجال الأعمال أن يزيدوا الانتاج بسبب عدم توفر القروض وعدم توفر السيولة لذلك فإن الحلول يجب أن تكون استثنائية بسبب استثنائية الحالة رفع معدل التضخم قد يقود إلى ما يسمى بالركود التضخمي وهذا سوف يشكل مشكلة أكبر من التضخم لأن الركود التضخمي هو ركود مصحوب بتضخم هذا يرحق كاهل الاقتصاد ويرحق كاهل المستهلك نعم دكتور حميد دعنا نتحدث عن انعكاس هذا التضخم على حياة المستهلكين في بريطانيا لسيما أن التضخم زاد كثيرا على المواد الغذائية خصوصا نعم زاد كثيرا والذي يفاقم الأزمة هو أن ارتفاع معدلات الإجور يصل إلى نصف معدل ارتفاع التضخم أي أن المستهلكين يخسرون من الناحيتين من ناحية أن أجورهم منخفضة مقارنة بمعدل التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار صحيح أن معدل التضخم هو الآن فوق 10% ولكن في بعض الأحيان قد يفوق ذلك اعتمادا على نوع الاستهلاك وعلى طريقة الاستهلاك خصوصا هؤلاء الذين يستخدمون سياراتهم مثلا أو يستخدمون المواصلات فأن أسعار الوقود سوف تؤثر عليهم أكثر بكثير من المعدل المعروف وهو 10% ويخشى أن يرتفع هذا المعدل إلى أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة خصوصا أن أسعار الطاقة سوف ترتفع تتضعف بحلول الشتاء إن بقيت الأمور على وضعها الحالي وهذا ما يتوقع له نعم أن تستمر الأمور على هذا الوضع وتتفاقم نعم دكتور حميد نرى أيضا وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي قال أن إجراءات ستتخذ من خلال هذا أو انتهاج سياسة نقدية قوية ومستقلة أيضا وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو هل تعتقد أن هذه الخطوات قادرة للتجاوز على هذه المرحلة؟ لا أعتقد أن سيد ناظم الزهاوي يستطيع أن يفعل شيئا خصوصا وأن هناك حكومة جديدة سوف تتشكل في الخامس من الشهر المقبل عندما تعلن نتائج الانتخابات زعامة حزب المحافظين هناك اختلاف جذري بين المرشحين لخلافة بوريس جونسون وهما ليز ترس وريشي سوناك ليز ترس تؤمن بأن رفع الضرائب خطأ ويجب تقليص الضرائب الآن بينما يؤمن ريشي سوناك بأنه من الضروري جدا إبقاء الضرائب مرتفعة حتى ينخفض معدل التضخم هناك اختلاف في السياسة الاقتصادية للمرشحين المقبلين لرئاسة الحكومة إذن أي كلام يقال الآن لن يجدي نفعا يجب أن ننتظر حتى مطلع الشهر المقبل لنرى سياسة الحكومة الاقتصادية نعم بالتأكيد الحكومة يجب أن تفعل شيئا يجب أن تواجه هذه الأزمة ومواجهتها حسب ما اقترحها وزير المالية السابق وهو ريشي سوناك أنه يجب مساعدة المستهلكين حزب العمال البريطاني يقترح أن تفرض ضريبة على أرباح الشركات خصوصا شركات الطاقة التي تربح الآن مليارات الدولارات ولكن حزب المحافظين الذي يميل إلى طبقة رجال الأعمال والشركات يميل إلى عدم رفع الضرائب على الشركات وعلى الأرباح فهذا هو الاختلاف ويجب أن ننتظر سياسة الحكومة المقبلة نعم ربما دكتور حميد هذا هو المشهد في بريطانيا لكن التضخم حقيقة لم يطل بريطانيا وأوروبا فحسب بل شاملة الولايات المتحدة الأمريكية كندا وروسيا كذلك هل سيستغرق حل مشاكل التضخم وقتا طويلا؟ وما هي أفق الحل برأيك؟ نعم هو في بريطانيا أعلى قليلا من أوروبا وفي الولايات المتحدة هو دون 10% 8.5% تقريبا التضخم مرتبط الآن أصبح العالم يتأثر بالكثير من القضايا المشتركة لا يمكن أن يوجد حل وطني لأزمة التضخم حاليا بسبب أن الطاقة هي أسواق الطاقة عالمية أسواق النفط وأسواق الغاز لذلك يجب أن تكون الحلول عالمية وليس فقط وطنية ولكن الحكومات الوطنية تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة إلى محاولة تحفيز الإنتاج خصوصا وأن التضخم سببه هو انخفاض الإنتاج يعني في الكثير من الدول العالم بسبب جاعة كورونا الكثير من الدول تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة وهذا له أثر سلبي أيضا على الاقتصاد لأنه يجعل ويدفع رجال الأعمال والشركات إلى التريث في الاستثمار والاستثمار مطلوب لزيادة الإنتاج ولتقليص البطالة لأن البطالة أيضا لها أثر كبير على الاقتصاد لذلك فأن الحلول مختلفة من دولة إلى أخرى اعتمادا على درجة اعتماد هذه الدولة على أسواق الطاقة العالمية وعلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها في بريطانيا هناك مثل ما أشرت سابقا هناك اختلاف على كيفية مواجهة الأزمة بين حزب المحافظين نفسه بين المرشحين الرئيسيين في الولايات المتحدة العملية أسهل باعتبار أن الولايات المتحدة تهيمن على المؤسسات المالية وعلى النظام المالي العالمي وأنها تستورد الكثير من البضائع من دول أخرى وهذه البضائع منخفضة بسبب ارتفاع الدولار انخفضت أسعار الواردات في الولايات المتحدة مما أدى إلى خفض معدل التلخم فالأمر كله يعتمد على مدى قدرة هذه البلدان على الخفض الواردات وعلى زيادة الانتاج وعلى اعتمادها على الطاقة لذلك يجب أن تكون الحلول مختلفة في البلدان المختلفة نعم الكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور حميد الكفائي شكرا جزيلا لك